سيد رئيس الجلسة احنا اليوم يوم داعش واحد الفين وعشرين والموازنة الاتحادية لعام الفين وعشرين لحد الان ما وردت الى مجلس النواب حتى يتم من المناقشة والتصويت عليها وهي مخالفة قانونية مخالفة دستورية بالاضافة لانه راح تضر باقتصاد البلد بالمشاريع البنيوية الناس تريد مشاريع للسنة الحالية لحد الان ما صادقنا على موازنة وتعرف جنابك راح تبقى هاي واحد الى اثمائش تصرف فقط الموازنة الجارية انا اقترح على المجلس الموقر اذا مجلس الوزراء ما عنده صلاحية باعتباره يعني تصريف اعمال وما عنده صلاحية يصوت على الموازنة اقترح على المجلس الموقر ان يصوت باعطاء صلاحية يمنح مجلس الوزراء صلاحية التصويت على الموازنة التحادي لعام الفين وعشرين وارسالها للمجلس خلال هذا الاسبوع حصرا حتى نبدأ بنقاشها وإقرارها هذا بمضرة جدا كبيرة على البلد على المواطنين على شعبنا على مشاريعنا الناس تنتظر من عندنا أمور كثيرة لازم نسويله إياه بالأخص بالقضايا الخدمية بشاريع الصحة المستشفيات المدارس غيرها ومتأخر الموازنة أعتقد التأخير مو بمصلحة أحد يجب على مجلس الوزراء أن يرسل الموازنة وإذا ما عدا هذه الصلاحية أطلب من رئاسة المجلس عرض الموضوع على المجلس الموقر للتصويت على منحة الصلاحية فقط بإرسال الموازنة لهذا العام شكرا جزيلا